السلام عليكم باسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بالنسبة للأسئلة اللي جات حوالين إزاي نختار كمبريسر مناسب للمسدس المناسب يعني نوفق ما بينهم إزاي عايز أجيب مسدس مثلا أشغاله مع المطور ما يعطالش أو المطور يوفر كمية الهوى المطلوبة للمسدس نفهم القصة دي إزاي علشان خاطر نكون عارفين هل هو بحجم المطور هل هو بإيه بالضبط يعني تعرف إزاي إنه يوفق ما بينهم طيب بص يا رجالة في حاجة اسمها استهلاك أو توفير لترات الهوى في الدقيقة أو الـ CFM اللي هو كيوبك فيد بير مينة يعني توفير كمية هوى في الدقيقة الوحدة الدقيقة يعني ده بيوفر على مدار دقيقة مثلا يوفر لك ربعمية لتر هوى أو ميت لتر هوى مالناش دعوة بالحصان مالناش دعوة بحجم المطور مالناش دعوة بالكلام ده ونفس الكلام على المسدس ولا ندعو بحجم المسدس ولا صغر المسدس ولا الكلام ده كله أما نعرفها إزاي الـ CFM واحد CFM بيعادل 28 لتر هوى واحد CFM اللي هو كيوبك فيد بير مينة قدم مكعب من الهوى في الدقيقة شواء التركيز معلش مواعد كده واحد CFM بيعادل 28 لتر هوى طيب بردك احنا عايزين نفهم القصة لين أنا جبت مثلا مسدس مثل ذا دوت أو جبنا المسدس ده بصوا المسدسات الدهان معروف أكتر مسدس بيستهلك كمية هوا الـ HVLB مسدس HVLB ده أكتر أنواع المسدسات اللي بتستهلك هوا يختلف طبعا من الشركة للتانية ممكن شركة تعمله بيستهلك 400 لتر هوى في الدقيقة شركة تانية تعمله بيستهلك 300 أو 350 حسب اختلاف الشركات بردك ولكن المعروف احنا عارفين عندنا فيه HVLB و LVMB و LVLB ده أكتر مسدس بيستهلك كمية هوا قليلة يعني ده مسدس بتاع المسدس المواتير الصغيرة اللي عنده مطور صغير ده بينصح دايما أنه هو يشتغل بمسدس LVLB إنما أكتر مسدس بتستهلك كمية هوا معروف هو الـ HVLB فأنت عايز تجيب مسدس أو مطور مناسب للمسدس اللي معاك مثلا اعمل حسابك اللي أنت يكون معاك مسدس HVLB مش تعمل على مسدس قليل تجيب بعد كده حابب تنقل لمسدس مثلا نوع تاني تلاقي نفسك بتستهلك كمية هوا أكتر والمسدس مش مغطي طب نعرفها بردك إزاي كل منتج بيكون معاك كتالوك بتاعه أو بيكون مكتوب على المطور نفسه هنا كان فيه بجة ولكن معا لنا يعني مثلا أنا قال المسدس إزاي ده أنا عايز أعرف المسدس إزاي ده المسدس ده بيستهلك كمية هوا قد إيه نجي نبص هنا كده هو بص يا رجالة هنا هنا عندك بيقول لك بص الـ HVLB19 لـ 200 لتن هوا في الدقيقة يعني المسدس ده بيستهلك في الدقيقة حوالي 119 لـ 200 لتن هوا في الدقيقة أو من 4C4.2CFM اللي هو كيوبك فيتبر مينيت إلى 7.1CFM ده الرقم ده بيعادل الرقم ده يعني 119 لتن هوا بيعادله 4.2CFM والـ 200 دي بتعادل 7.1CFM أصبح المسدس ده كده ولكن عايزك تنتبه لحاجة مش شرط الكاتالوج أو النشرة الفنية تكون هي الصح لأن فيه أنتو عارفين فيه شركات بتكون شركات مش معتمدة أو يعني ممكن تكتب لك مواصفات أو حاجة غير صحيحة يعني ممكن تجي تشير مسدس سلاح حاجة بياناتهم مش صح ولكن المعروف الـ HVLB بيستهلك تقريبا 400 لتر هوا في الدقيقة أصبح أنا أجيب المطور بتاعي أو المضخة بتاعة الكمبريسور بتاع الهوا أجيبه مثلا لو الكلام اللي هنا دوت صح يبقى أنا لما أجيب المطور بتاع الهوا أجيب المطور ده ما أخدهوش بالحاج موعد حصان 2 حصان 3 حصان لا أأخذه بالـ CFM أو توفير لترات الهوا في الدقيقة ده بيوفر كام لتر هوا في الدقيقة المطور ده بيوفر مثلا هتلاقي الـ CFM بتاعه مكتوب هتلاقيه بيوفر ايه سوف نفرض مثلا ان الكاتالوجه المسدس سوف نفرض ان هذا هو المطور فتحنا الكتالوج المطور و الكمبروسر الهواء سوف نكتوب كم؟ 119.2L الى 4 و نكتوب الكلام هو هو المكتوب على المسدس اصبح كده المسدس ده موافق المسدس دوت يعني موافق لنفس المواصفات بتاعت الكمبروسر معنى كده هو ان المسدس سولما انت بترش بيه المطور هيفضل شغال بدون ما يفصل ليه هو موفر كمية الهواء على قد كمية استهلاك المسدس فاصبح دايما لما تجيب حاجة زي كده هو خلي السي اف ام بتاع الكمبروسر يكون اعلى من السي اف ام بتاع المسدس انا المسدس بتاعي مثلا زي ده مسدس صغير التمناية التمناية HVLB اهو بردك مكتوب على HVLB بردك هتلاقي بيستهلك كمية هوا مثلا ال HVLB عشان حجمه صغير هتلاقي الفتحات اللي هنا صغيرة فنتيجة ان الفتحات ديئة وصغيرة الهواء بيطلع مكتوم مضغوط فما بيستهلكش هوا زي المسدس الكبير يعني المسدسات اللي هتلاقي فتحاتها واسعة دي بدا غاليما بتستهلك كمية هوا اكبر غالبا بتكون في الوش كلما كانت الفتحات اوسع كلما كان الهواء بيطلع بضغط اقلف وبيطلع كمية هوا اكبر فاتلاقي ده بيستهلك مثلا ممكن 80 لتر هوا في الدقيقة مثلا او 100 لتر هوا في الدقيقة اجيب 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 له مطور اللي بيوفر 100 لتر هوا في الدقيقة لا اجيب اكتر اجيب المطور اللي بيوفر 200 لتر هوا بحيث انت اجيبت مسدس تاني عايز توصله المطور نفسي يكون اواخد ارياحيته وهو شغال ما عودش ايه طول ما انا بنرش الكمبرسور يفضل شغال دريك 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 لا يكون المطور ياخد ارياحيته وانا كن اعمل حسابي انا جاب المطور على قد المسدس دوت اه تمام زي الفول لا اجيب مطور اعلى اعمل حسابي ان ممكن ان شاء الله ربنا يكرم اجيب مسدس اعلى يستهلك كميت هوا اكبر يمنطول يقدر يستهلك فكصة المسدسات اعلى المسدسات ال HVLB في استهلاك الهواء وده المعروف يعني بيستهلك تقريبا ربعمية لتر هو في الدقيقة انت اعمل حسابك ان هو بيستهلك خمسمائة لتر هواء في الدقيقة يبقى جيب مطور بيوفر خمسمائة لتر هواء في الدقيقة واكتر كمان يعني دايما بننصح رجالة قاته المواتير مش بالحجم ولا هو بالحصان يعني ده مثلا واحد حصان اربعين لتر الخزان مش عارف كم لتر الكلام ده مناش دعوة بيه احنا نجيب بالCFM او الليترات يعني ده انا اقول للراجل اللي انا بشتري منه وهو تلاقي الكاتولوج مكتوب فيه لكن الكاتولوج مش معايا الراجل تقول له ده بيوفر هاواء ادي ايه بيوفر لي كامل لتر هاواء في الدقيقة عشان معايا معيدة ايا كانت المعدة بقى مسدس دباسة شينيور الدريل بتاع العجل كل ده بيكون كل منتج ليه الCFM بتاعه فانت تجيب على هزا الاساس وتجيب اكتر تعالي الCFM او عدد الليترات بتاعت المطور متجيبش على قد بالزبط زي ما قلنا عشان خاطر المطور ياخد اريحاته واللي ننصح به دايما والافضل بسبب ان الكلمات بيكونش مكتوبة صح ممكن تلاقي مسدس دي المسدس هنا مكتوب عليه مثلا 100 لتر هاواء او انا بصراحة مستغرب 119 لتر هاواء على HVLB ازاي ولكن HVLB معروف انه بيستهلك اكتر من كده ولكن ممكن يكون تصنيع المسدس كده ولكن اغلب المسدسات ال HVL اشتغلنا بها بتستهلك حوالي من من 350 ل 400 لتر هاواء او من 300 ل 400 لتر هاواء فبيستهلك اكتر من الرقم اللي مكتوب عليه فعلشان خاطر انت يتريح دماغك من القصة ديا الراجل اللي انت هتشتري منه المطور هو هو اللي يجرب لك لو مش هو اللي هتشتري منه المسدس يجربه لك انت تاخد معاك المسدس كده وتقول انا عايز كمبريسر هاواء وعايز اجربه معلش عشان خاطر اعرف اللي انا اشتغل بالمعدة بتاعتي ما نجيبش كده وخلاص رجال ده اللي دايما بننصح بيه لان في اغلب المنتجات بيكون مكتوب عليها بينات غير صحيحة او حاجة بردك نفس الكلام على مكنة الصنفارة انا اجيب مكنة الصنفارة اجيب لها مطور قد ايه عن طريق SFM هتلاقي مكنة الصنفارة مكتوب عليها دي تستهلك كميتها هواء في الديها قد كده اجيب اجيب لها قد كده اخد المكنة بتاعتي ويروح للراجل بتاع المواتير انا اجيب المكنة دي عايز مطور يغزي لي المكنة دي ويجربها لي على المكنة وهكذا ايدي القصة كلها رجالة وكان فيه فيديو على الفكرة عاملينه بخصوص الموضوع بردك كان فيه كفرات اخ كان عايز ارش كفرات واتكلمنا في النقطة دي ولكن ده المختصر يعني بتاع القصة دي فاكرنا ان شاء الله اللي اللي عاوز يرجع للفيديو اللي هو بتاع المطور المناسب للمسدس بردك هتلاقوا ان شاء الله عندكم نسيبولكم في التعليق المثبت ولكن ده المختصر يعني بنأكد اهو تشتري في ماركات او حاجات غير معروفة اصلا ما تعتمدش الكتابة اللي عليها لازم تتأكد انت بنفسك وتروح للتاجر او الوكيل بتاعك يجرب لك الحاجة دايما افضل يعني واللي عنده اي اضافة يا سيبه في التعليقات تنسناش في الدعاية اربي الفيديو كن سهل ومفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة